لاعب الغولف المحترف الأمريكي ستيف بات تصدر منافسات اليوم الأول من الدورة الثامنة والأربعين لجائزة الحسن الثاني للغولف واحتل ستيف بات المركز الأول في الترتيب العام لمنافسات اليوم الأول بعد أن حقق مجموعة 67 ضربة أي 6 ضربات تحت المعدل المطلوب متقدما على الأستراليين ستيف آلان ومارك هينسبي الذين حقق 68 ضربة أي 5 ضربات تحت المعدل المطلوب وعرفت منافسات اليوم الأول من جائزة الحسن الثاني مشاركة 66 لاعبا محترفا من بينهم ستيفان إيمز الفائزة بالدورة السابعة والأربعين لجائزة الحسن الثاني السنة الماضية والأمريكي توم ليهمن المصنف الأول عالميا سابقا والإسبانيين ميغيل أنخيل خيمينيز الفائز بـ 21 لقبا في الدوري الأوروبي وخوص ماريا أولزابال هذا وستختتم المنافسات التي يحتضنها النادي الملكي دار السلام على مدى خمسة أيام بتوزيع الجوائز على الفائزين بجائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم ترجمة نانسي قنقر